احنا بنقول يعني دكتور سعيد او يوسف احنا مصريين بنقول والله يا جماعة نحن نقف بجانب الشعب الفلسطيني ونحن نرفض التهجير القصري نرفض التهجير الطوعي والمحاولات المستمرة بنرفض تصفية القضية بالكامل لكن حقك انك انت تقولي كمحل الفلسطيني كيف ترى الدور المصري من وجهة نظرك بعدها اسألك وماذا تريد الولايات المتحدة الامريكية من وراء اضعاف الدور المصري هي عايزة ايه من وراء اضعاف الدور المصري باعتبر ان مصر الشريكة في المفاوضات بل هي شريك رئيسي هي تعمل على توفيق وجهات النظر يعني مصر اولا شريك رئيسي كما تحدثت ولها دور تاريخي في القضية الفلسطينية على مر يعني سنوات طويلة ومصر لها دور كبير في القضية الفلسطينية في كل مناح الحياة مصر تعتبر ان فلسطين ومصر هي قضية واحدة لا خلاف لذلك ولكن انا سأرجع لبداية العدوان وبداية الموقف المصري الواضح اولا المساعدات التي دخلت بالارقام دخلت الى غطاء غزة كانت اكثر من 75% من مصر مصر فتحت معبر رفح للجرحة للمرضى للطلاب لكافة فئة الشعب وادخلت المساعدات الطبية في وقت كانت اسرائيل لا تريد ان تدخل شيء نرجع لبداية فتح معبر رفح عندما قايدت مصر امريكا بالرعاية في مقابل فتح معبر رفح وادخال الجرحة والمرضى وكلنا نعرف جيدا الاطفال الخدج الذين تم قصف المستشفى المعمداني عليهم وتم اخراجهم ومصر كانت اولى الدول التي تحتضن هؤلاء الاطفال كلمة فخامت الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما رد على سياسة اسرائيل القديمة اعتبرها والحديثة وايضا ما جاء في صفقة ترامب وكانت اسرائيل تريد ان تنفزه في بداية العدوان عندما رد على نتنياهو في موضوع التهجير فقال ان الفلسطينيين اولى لهم ان اذا اردت ان تهجرهم النقب هي اولى فيهم فبالتالي موقف مصر التاريخي واضح امريكا ارادت ان تشوه الدور المصري ولكن لم تفلح اسرائيل حاولت ان تضعف الدور المصري ولكنها لم تفلح ليه لانها تعلم جيدا ان الدور المصري مع القضية الفلسطينية واضح سواء كان سياسيا او كان في ملف المصالحة الفلسطينية او مؤخرا في الوساطة المصرية القطرية والدور المصري الواضح في رسم المقترح الذي قدم على مكتب نتنياهو ووافقت عليه حماس ورفضه الاخير نتنياهو بحجة ان هناك خلل في المقترح الدور المصري واضح لا غبار عليه مصر لا تريد مزيد من الدماء تريد ان تنهي هذه الحرب المصعورة ايضا نتذكر موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 كما تحدث الدكتور عن الموقف المصري في حقن الدماء الفلسطينية عندما تدخلت مصر بشكل واضح وكان بالامكان عدد الشهداء مئة شهيد وتدخلت مصر والفصائل الفلسطينية رفضت التدخل المصري في بداية الامر وبعد ذلك رجعت الى التدخل المصري وحقلت الدماء وكانت الشهداء اكثر من 3000 شهيد لان الفصائل لم تستمع الى المقترح المصري انا زاك فبالتالي مصر لها دور كبير في القضية الفلسطينية ولها دور قديم حديث في القادم باذن الله طيب انا هستاذ الحضراتكم واروح لفاصل وعايز واحنا رجعين من الفاصل هرجع مرة تانية الدكتور سعيد الزغبي هل ما تقوم بالولايات المتحدة الامريكية والاحتلال الصهيوني من ترويج لمجموعة من الاكاذيب حتى وعندما اشرت الى مصادر مطلعة وقريبة طيب اذا كان هناك دقة في الكلام فقل لي المصادر دي مثلا من الخارجية الامريكية الخارجية الاسرائيلية دول جايين من المسرات دول جايين من الشباك فلاني الفلاني من امان يعني اطلع قل لي الكلام ده فلاني فلاني من امان ام انه الصهيوني والامريكان يستشعرون قلق ما من التصرحات المصرية خلال الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا التصرحات المصرية فيما يتعلق بوضع مدينة رفح تحديدا في حال التصاعد وفي استخدام مصطلحات بتتعدرج من الهدوء او الحكمة للهدوء لما هو اعلى مش بقول التهديد ولكن التلويح بانه ما يحدث او ما ينوي الاسرائيليين عملوا لن يمر مرور الكرام وما فيش حاجة هتوقف ترجمة نانسي قنقر